شهد الفريق أول لمحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم تكريم لعب والعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي 2022-2023 كما شهد القائد العام للقوات المسلحة تكريم أوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2022-2023 وأبطال بعفة الاتحاد الرياضي المصري للإعقاد الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية في تشي 2023 شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم لعب والعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي 2022-2023 وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2022-2023 وأبطال بعثة الاتحاد الرياضي المصري للأعقاد الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية فيتشي 2023 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عصر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنقاد الرياضيين والإعلاميين بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلية من إعداد إدارة الشؤون المعنوية عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة تناول الإنجازات التي حققها أبطاله على مر الأجيال ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وألقى اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للارتقاء بالمنظومة الرياضية للدولة والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين مشيرا إلى أن جهاز الرياضة بجانب مهمته الرئيسية وهي الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلي القوات المسلحة يعمل على إعداد واكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين في الألعاب الفردية وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى وذلك من أجل تحقيق إنجازات مشرفة ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية والعالمية خاصة بدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 وقام القائد العام للقوات المسلحة بالتكريم لاعب ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية والحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات المختلفة وعدد من قدام الأبطال الأولمبيين التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية والحاصلين على مراكز متقدمة في الفروسية وأيضاً الحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصري للأعقات الذهنية ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية مشيدا بما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات مشيرا إلى أن الرياضة هي الطريق الصحيح لبناء القوة وتهذيب الخلق والترويح عن النفس مؤكدا على أن ما حققه الأبطال الرياضيون هو موضع تزاز للقوات المسلحة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات